ترجمة نانسي قنقر والعمل في سياق ذلك على أحياء قصر عيسى الكبير الذي سيعتمده جلالته كأحد المقار الرئيسية للعمل ومعه الأحياء المعروفة بمدينة المحرق التي تطلع جلالته إلى عودة أهلها لها تكريما لذلك المجد الوطني المشهود في وطن الطيبة والكرم نعم وقال سعادة المحافظ أن محافظة المحرق وأهليها من كافة مدنها وقراها يتشرفون بالتوجهات الملكية السامية وضف بأن تلك الكلمات من لدن جلالة الملك المعظم جاءت بمثابة البشرى التي أفرحت قلوب رجال ونساء المحرق وكبارهم وصغارهم بإحياء قصر عيسى الكبير والذي ستتشرف محافظة الأباء والأجداد والمدرسة الوطنية باتخاذه أحد مقار العمل الرئيسة لجلالته وإعادة تأهيل الأحياء المعروفة بالمحرق قال سعادة محافظ محافظة المحرق أن كلمة جلالة الملك المعظم السامية نبراس ينير الطريق لعدة أهل المحرق لأهالها والتي ستستعيد من خلالها المحرق منارتها الشامخة في الريادة والتقدم ترجمة نانسي قنقر